السلام عليكم مرحبا بكم معي على قناة كوزين ساميرا ديزاد يومكم طيب معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معي في هاد الفيديو جديد المليء كالعداب النشاط والحيوية اليوم ان شاء الله رح نتقاسم معكم روتيني ليوم امس رح نتقاسم معكم تقريبا كامل واجدرت في هادك اليوم ان شاء الله حبيباتي انتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا بنات جامل لا فيديو هنا في هاد الصبيحة كما رحكم تشوفوا راني مع العجين بعد ما شربت لاتي ديالي طبعا وهذاك بعد ما كما يقولوا خديت الجرعة من النشاط بهذاك لاتي هنا في الجفنة ديالي كما رحكم تشوفوا حطيت شوية سميد رطب زدت عليه واحد الكاس هكذاك تعال الفارنة بالنسبة لسميد سمعت استعملت سميد هادك الرقيق لرطب هادك تكوتي حطيت شوية على الملح راح يكون الملح على حسب الضوغ ناخد الماء العادي تالحانة فيها ندوه قبل شوية هادك الملح باش ما يبقاش محبب في العجينة وبعد نكمل نطمي العجينة ديالي بالماء عادي حتى نتحصلوا على العجينة هنا البنات تردوبة لكم الخاصة المبتدئات سميد رطب ما يحبش تكتري له الماء لذلك نذهب معها غير بالعقل والعجينة اللي نتحصلوا عليها ما لازمش تكون عجينة جارية بزف لذلك لازم تكون متماسكها ومبعد حنا مع العجينة نحن كل ما ندلكوها رايحة تتروحها إلا كنشفناها رايحة يبسة بزف نبدأوا نزيدوه في الماء الدريجية حتى نتحصلوا على القوام بتاع العجينة تعلم سمن لما تكونش جارية بزف وما تكونش شادة روحة بزف لذلك نردوا بالكم لبنات خاصة نسميد رطب ما لازمش تجريه بعد ذلك نحن نخليه وهكذا كنشكلوهم ديبولة ونخلي وهي يرتاح رايحة يزدي تلقى روحة لذلك نردوا بالكم مليح مليح بعد مشكلتهم كوريات وكينشكلوهم كوريات لازم نحاولوا ما نخلوش الهوال داخل باش نحلوهم العجين دينا ما يتقطعش دهنتهم كامل بالزيت ونغطيهم هكذا بكيس بلاستيكي ونخلي العجينة ديالي ترتاح أنا نروح نخدم شغلي باش نعطيها كامل الوقت رتاح باش امباد جيني سهلة في كين نبدأ نحل فيها وفي نفس الوقت ما تقطعليش العجينة هنا كانوا عندي شوية حويج لبنات كيمارا كنت شوفوا راني طلعت لسطحراني ننشرهم الحويج غير تكملهم الماشينا حاب نطلع ديغة كتومون ننشرهم هكذا باش ينشفوا لي وياخدوا كامل وقتهم ينشفوا مليح سقطودوا ككوشف وقصروا النهارات والشمس راي شوية عزيزة هنا اخدت لكم شوية لقاطة من البحر والزرق راي شهيرة ما شاء الله هذا يعني خلاص راح برد الحال عندنا شحال مهبطناش ومعما قاعدت شوية في السطح تاني نحيت شوية على خاطري قاعدت شوية في شميسة هذه قاعدت جرعة من الفيتامين د وقاعدت جرعة من الأكسجين يعني نحبها كده نتشمس شوية يعني نحس راحي كشوية تبدلت شوية كشوية خرجت البرة وعاوت توليت سيسا بعد ما انشرتهم عاوت هبطت للدار باش نكمل شغلي اليوم عندي هاد الجيهام البايو هادية اللي كانت شوية مخلطة فيها شوية الحالة عاوتت نحيتهم كامل الدوزان اللي كانوا تمام دايما بالخلطة السحرية هادية بالشيفون ميكروفيبر هكذا باش نتخلص كامل من الغبرة اللي كانت تتمة ومبعد بديت نرجع في الدوزان اللي عندي وباش نحافظ على البايو ديالي نفرش دايما هادية عندي هاد الانتي دي غابان نحب نسبقوه هو الأول هكذا باش نحط معنى من فوقها هادوك هادوك اللي زيتاجر ما همش رايحين يتخبشوه يبقوا دايما جدد هادوك اللي في هادوك اللي غاباني راني هادوك شخص هادوك شغل زجاج داي غوين تبلغي الديسر الكيسان هادوك هادوك شغل زجاج راني نحط هنا كل شيئ كما راك شوفوا كشغل لغاية هادوك شغل زجاج وكشغل زجاج وهكذا مرة مرة نخطفه حاجة مشغول هكذا بش ما يترك موش علينا للاعمال في المنزل ومن الاحسن دايما يكون عندنا ام بخوغرام نديروه نوجدوه من قبل وش نديروه غدوه من داك وش نحن نطيبو وش نخدمو الشغل هكذا بش غدوه من داك كتنو ديرها هاي فرية وشكي حديري ما تدري لاهاك ما تحصل في ماكلا وش طيبي ما تخمي راه بين لاجوغنيتاك كيفش رايحات جوزيها هاداك النهار ومبعد بعد ما كيما شتورت بتهم كامل رجعتهم كامل بلاستهم مسحت كامل هاداك اللوبايو دايما تاني بالخلطة السحرية وستيعني قدرت شوية على الشغل منه ومنه ورجعت للكوزينا باش نحضر وجبة الغاداء بنسبة وجبة الغاداء البنات احنا معروف علينا ليما ما احنا يا كي نشوف غير شوية برد بداية طيح نجروا يا اما لوبيا يا اما عدس يا اما بركوكاس اليوم انا رايح اندي لهم شربة العدس الاحمر هاداك هناك مشتول بنات حطيت شوية بصل حطيت قطعة صغيرة من صدر الداجاج باش تعطيني البنات في هاد العدس هادايا وحطيت شوية تعال ملح شوية تعال الفلفل لكحل والقصبر المرحي نبقى نقلي فيهم هاكدا مع بعض هنا زيت الخضر انا نحب ندير فيها الخضرة اللي تكون عندك في الدار هنا كمانا اليوم درت حبيبا زرودية حبيبا قرعة واعواد من الكرافس اللي ضروريين في العدس يعني العدس يتمشى مليح مليح الكرافس ويعطيله بالنهايلة بالاضافة الى ذلك هو صحي وبعد هنا نزيد معهم شوية عدس احمر يعني هنا كل واحدة تدير على حسب افراد عدد العائلة العدس اللي بنات مقبل ما نحطه خاصة المبتدئات تنقيه تضربوا عليه طلاق كما تكون فيها كش حجرة كش تخشى ومبعد نغسله عدة مرات يتغسل مليح مليح يتقطر ومبعد نزيده اللي هنا مع باقي مكونات ونبقى نخلط فيهم كامل مع بعض يتقلوا غير شوية ومبعد من الرقب كمية من الماء الساخن والاعدس تعناه انا نغلق عليه الكوكوت 10 دقائق لا اكثر ولا اقل لان يتطولوا عليه الكوكوت 10 دقائق لا يتحرق لكم يعني العدس الحمراء يجب ان يتحرق بيني وبينكم وما نخبش عليكم يعجبني العدس يتحرق شوية ويلسقها كذا كش في الكوكوت لا نعرفها تعجبني هذه البنات لان اردوا بالكم البنات لا يجب ان يتطولوا عليه ودوب خير فغانس لا تغلقوا عليه الكوكوت وشنو انا يعني انا متعودة عليه لذلك يعني 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 تماني لا بدش حالي ياخد لي الوقت العدس ديالي هاولي كهنا راهو طيب انا يعجبني هاد العدس الحمر ساهل في التحضير ديالو يجي بزا فبنين وثاني ما ياخدش الوقت في التحضير ديالو السيغة النهار تكون عندنا خرجاء ولا نكون عيانين ولا عندنا ميناج ولا يعني تم تمي سلكنا وتم تمي طيب ووصفة هايلا يوالما مليح مليح في هكداك يكون نشتاوي يكون للبرد وهنا العجينة ديالي راهي رتاحت دوكما بقالي بركن نبدأ نطيف فيها نحيت العدس ديالي تكوتي وحطيت الطاجين حطيته في هاداك الراس الكبير راس يقولوا راس تعطابونا هاداك ناخد كورا من العجين هنا اليوم حنسبق معاكم مقبل في المورقة دونك باش تساعدنا خاصة المبتدئات من الاحسن تاخدوها كدابا بي كويسا يعني تقطعوها على شكل مربع ومبعد تدهنوه كامل بالزيت وتحلوه لابولتعكم بتاع العجين كيما نحلوه المسمن تماما على كل حال هاداك سراء عملناها مع بعض عدة مرات ونبقى نحل فيه شوفوا السميد يعني كيفاش ما شاء الله سميد هذا بالنسبة للماركة السميد اللي استعملته هو البركة هاداك رقيق شيته بالميزان يعني من عند الحانوت يوزن لك بالكيلو بعد مفتحت كامل نرش شوية عز زيت ومبعد يعني نغلق هكذا بهات الطريقة الفيديو هو اللي وراي عبر لكم على الطريقة بالتفصيل كيفاش يعني ندير انا المورقة هادية المورقة هادية كاين اللي يديروها يديروها يعني دوبلي وها يديروها وحدة داخل واحدة وكاين اللي يوصلوا حتى الثلاثة انا اليوم رايح نديرها غير دوبلي يعني غير زج مرات برك هنا كماشتو خليت هاداك المربع اللي خليتو تقوتي بهب البابي كويسان بعد نزيد ونأخذ بابي كويسان واحد اخر هنا يعني باش نسهل لها برك للمبتدئات يعني عادة ماستعملش بابي كويسان في المورقة وبعد ثاني نفتحها بنفس الطريقة السميد هادا الله يبارك ما شاء الله هايل كما راكو تشوفو ينجبد وحده ووحده ما يتقطع مواله وبعد نرش شوية تعزي التاني مرة واحد اخرى هنا كاين يديرو سميد كاين منشافه واش يديرو سميد كاين مرقة ما شاء الله وبعد كماشتو خليبت هاداك المربع اللي كنت فتحته اللولاني حطيته لداخل نحيت بابي كويسان وغلقت عليه هكذا بهذه الطريقة هنا المورقة دي لكم اخرج لكم مربع مربع يعني ماوج رايح كامل يتغير الشكل دي لها هنا المبتدئات من الاحسن نجيبو شوية سميد وترشوهم الفوق هكذا مباشراتا باش مباشراتا باش غير ترفضوا الكسرة دي لكم تحطوها فالطاجين يعني انتم ما مدلوش هادا الخطوة اللي يدرتها انا هنا ايا انا بسكني قلبتها هنا وين كاين السميد في الجفنة هادي فيها شوية سميد رطب نرمدها فشوية تعزي السميد هادا سيبننها ويعطي لها قرمشاء هايلة هادا المورقة هادي ننفضها شوية هكذا وانبعد نحطها فوق الطاجين بهذه الطريقة هادي الطاجين على نار تكون متوسطة ما لازمش نقوه بزاف للنار وإلا رايحة تتحمر مليح على برة والداخل تبقى معجنة طيب على نار غير متوسطة باش في نفس الوقت نعطوها الوقت باش تتورق وكذلك لديك العجين يكون الداخل يدخلوا طياب بعد ما تتحمر على جهان نقلبها على الجهة الاخرى غير تقلبوها ركو رح ينشوفوا هاك شغلها هي تنفخ الكسرة دي لكم تبدأت تنفخ وهذا يعني راهي تتورق الداخل شوفوا تحسوها كشغل راهي منفخة شوية شوفوا لانها راهي تتورق الداخل نقلبها مرة على مرة حتى تتحمر وانا كما تعرفوني نموت على الخبز المحمر ولا كسرة محمرة ولا مسمن يعني على كل حل عجاجن هادوما سواء فطاجين ولا فلوفوغ نحبهم يكونوا محمرين بيان بيان وكي تكون طيب البنات لا تتجربوا تعبزوا عليها هذه اللي نعبزوا عليها للكسرة هادي لازم احتار طيب مع الاخر كامل كي تشوفوها طابت وعندكم بلايس ما تحمروا لكم باش تعاونوا ورحكم بهذه لو كانت تبقى من الأول وانتوما تعبزوا راحين تقضيوا على هاداك الوفيتاج اللي يكون لداخل فولا هنا كملت المورقة ديالي بقالي براك نكمل هادوك حبيبات التعليل المسمن هادوما بشو يقعدوا شوية القهوة تعلاشية اه اه احنا هكذا لازم كين نخمو اللفطر لازم تاني في نفس الوقت نحاول نخمو واش ندير القهوة كي ما نقولكم دايما نحاول دايما نضربو عصفورين بحاجر واحد دونك اللي اللي بقالي كملتولهم هاكذا مسيمينات انا اولادي يموتوا على العجاجن على المسمن هاكذا ولا بغرير يموتوا عليهم ولا تاني نحبهم وفي نفس الوقت كل ما ندير هذه المورقة ولا كين يقولها المدلوكة تاني نتفكر يما الله يرحمها نهار كنا صغار كان طيبها الناس يغطف زمن تعشتها كنا كينجو احنا نطلعين في الدروج ونشمو في هذه الريحة يعني ما شاء الله دونك انا تاني يعني بسك تربيت هاكذا كمدابي اولادي تاني نربيهم هاكذا على هاد الاشياء التقليدية هادو وانا تاني تحلالي بزاف هاكذا كي يبدأ يبرد الجو كامل نحب نطيب هاد الاشياء هادي بخوميا ما منحسو الشر السخانة دوزيامو نحبو هاكذا نرفقوا ليسوب دينا بالخبص على الدار يا اما هاكذا مورقة يا اما كسراف طير ولا ولا مطلع وتبقى يعني ما كشكي من الاشياء اللي نحضروها في الدار بعد ما كملت كامل من هادي كتح الحيرة تعزيت وتعالي دام جوزت على البلوند تخافاي اللي خدمت عليه قدرت شوية من سائل تعال الغسيل تعالي الاواني ويعني نقيت كامل الحالة شوفوا لايف هادا شحالي رغون يعني مالغري كمية تعزيت اللي كانت كاينا يعني رغون وتاني من الدباليق هاي اللي بلوند تخافاي بسكو غاني بالبيكاربونات ومبعد دائما نبقى نشيفون ميكرو في برنا ننشف كامل الحالة وباش نشم هذيك الريحة تعال النظافة هذيك نزيد شوية قطارات من الوت جافيل هكدا من جيها نحن نعقم اللي بلوند تخافاي ديالي ومن جيها واحد اخرى نحب نشم ريحتو كين نشم ريحة الجافيل يعني اوتوماتيك موت جي في بلنا ريحة ننقى وفي الريحة هذيك تعال النظافة هذيك وبعد عاو ترجعت كل حاجة للمكان ها هنا تفكرت بزاف اخواتي يسقسوني على البلونت هذي اسكو ستوني فغي بلونت هذي نبتة حقيقية اسمها لا ميزار يعني هذي نبتة راهي معروفة تعيش يعني ببرة وتعيش داخل الدار هنا راهي منستني فوق البلونت تخافاي والنبات الاخضر كي يكون هكدا خاصة طبيعي على بلكم يبعت بالتفاؤل يبعت بالناشاط والطاقة الايجابية في المنزل والكسرة ديالي والمسمن ها مليك هنا حبيت نوريهم لكم شوفوا هذيك المورقة كيفاش جات ما شاء الله ليمدرتهم صغر شوية في الحجم نحبها قد يكونوا شوية صغير ورين باش يتحمروا لي بخم يغموا مليح في الطاجين وتاني يجوا سهلين في الطياب والشكل تحهم يجي بزاف شباب هكو شفتوا الفيطاج اللي حكيت لكم عليه كيفاش جو الداخل جو ما شاء الله يعني روعة روعة المدلوكة هذي وهذا حبيبتها دوكتع المسمن ثاني شوفوا كيفاش جو جو بزاف رقاق يعني حتى يديرها يتبانم لها وفي نفس الوقت ما جوش يابسين شوفوا جو طريين هايلين دابيتش نديرهم دوبلي احنا القبائل اللي مسمن دينا يجي دوبلي يجي وزوج الداخل مي باش نتحصل على عدد حبات يعني بزاف درتهم كل واحدة على واحدة ونحب المسمن هكدا يكون كبير تاني وفالا هنا بعد ما كملت كامل كل شرا هو وجد ما بقالي برك نحط لهم طاولة الغداء اللي كانت طاولة بسيطة طاولة العائلات الجزائرية طاولة اللي توالم شوية مع هاد البرد اللي بدانا نقدر نقول طاولة شتوية عائلية هاي لك هنا لعدنا هادك العدس انتوما اللي ميحبوش ولادهم الخضره هاديك ننصحهم يرحيوها هاكدا باش ما يفي قولهاش دراري انا تاني يعني على كل حال الولادي تاني يهبلوني شوية ما يحبوش لخضره بصحكين ديرها في العدس نضيف ونعبزها لهم غير هاكدا بفرشيطة وياكلوها الحمد لله ما عنديش مشكل معهم سيخطوه في العدس باسكو يحبوه ويجي بزاف البنين الكسراء اراكوشتو ها تاني كيفاش جات يعني ما شاء الله ودرت لهم طبيسية على الشلاطة وعدنا شوية عاصر يعني كل يوم كيما يقول لكم مكتوبو كل يوم هو شكاين ربي يدوم النعم علينا وعليكم وهاوليك القوام بتاع العدس العدس الحمر هادا بنين بزاف وصحي تاني كيما اقول لكم من هاد العدس هذا يعني نحب نطيبو سيخطوك نكون عندي خرجة عندي ميناج ما ياخدش كامل الوقت عشر دقائق ويكون واجد وبزيادة على هذا الوجبة يعني ليحبوها كامل الجزائريين العشية الليبنات خرجت راح تلدارنا يعني كيكوت نطيب في المسمن وهاديك المورقة هاديك بابا يحبهم يموت عليهم يحب المسمن ديالي تاني بزاف 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 اه دونك كل من طيب حاجة هاكدان تفكروا اليوم راني راح تلعندو ديت له حبيبات في يدي اه هنا يا راني اديتكم طلعتكم للفوق كامل فسطح هنا راني في دارنا اه طلعت نشوف يعني راني مع اللي تخافوا كيما راكوا تشوفوا هنا البنات فسطح كامل هذا احنا حقنا حق البنات بابنا ربي يحفظوا يعطيه الصحة وطلع عمر دارنا كيما يقولوا حقنا احنا البنات باش نتليموا وش الله ربي يدلوا حقوا في الجنة دونك هنا كانوا خدمونا البيبان كيما راكوا تشوفوا وجيت نشوفهم كيفاش دايرين او مامتون دفلكم كيما يقولوا الدويرة غير خفيفة برك باش شوفوا دونك بابا دارنا هاكدك زوج بيوت وكوزينا وشوية ساحة هاكده او مامتون ديرانجي وش كيما يقولوا خاوتنا ونساهم ولا مرتبابة ان شاء الله يعني هذه هي على كل حال رانا معلي تخافوا راكوا تشوفوا الحال راهي كامل تسمى مع الخدمات التراب والغبار راكوا تشوفهم حبيت نتقاس معاكم تعني لابلاك اللي رانا دايرينها هاي لك اهنا اريستان للاسف راي كامل مغبرة دونك نساهم نكملوا كامل اللي تخافوا ونجي نديرنها ان شاء الله انا واختي نورا ونجي ننقي وكامل الحالة على دربة انفا بوغدوت بالنسبة للابلاك شوفوا هادي احنا لنا دايرينها اريستان يعني الاخوات اللي يسقونها وشنو يا لابلاك اللي مليحة ننصحكم تشروه هكذا دو كتاع اينوكس هادو ما وشنو يكون فري اينوكس تكون حرة اه اه اي شوفوا هادو للابلادس اي شوفوا اي شوفوا هل كان يلسقو لاي شوفوا هادو اينوكس لك شوفوا هادو كامل من نجي حر اه كامل اللي فيهم هادوك الاحداي اللي يجو من الفوق كامل تلافوند نحنا كامل متشوف البناتنا تجيحناها تاعل الأحداد تاعلة البنات ملاح بالصح وشنو امان فاند كانت تكسر لك اه اه ماش رايح يتخدم ماشي كامل حديد هذه البنات التي اتوالت اعزاكم الله لانا ما زال مدرنا لهاش الاخر يعني غير هاملك تواقي هاملك هنا ثاني كيفش درناهم تواقي هنا البنات درناهم بي في سي ماشي الاليمنيوم وهذه ثاني فرصة لأخواتي في الخارج حتى يشوفوا شوية الحالة ويشوفوا اللي يتخابوا ونراهم واصلين كما اشتوا ان شاء الله ما بقلناش حاجة كبيرة حاجة على السيمان وتع البيطون وتع الفايونس كاملنا نكملنا ما زالنا للماء يعني ندخلوه يعني كاينة الانستراسيون ما زال برك ندخلوه مغير للدار وان بلاسه ولا كيفية تعدوش وتع توالات هذا ما كان كما اشتوا في البنات احنا وخياتي خيرنا كلش في الكلاغ في الباج هكذا باش تبان تدار ضوية وتبان تدار مشروحة بسكورة صغيرة كما اشتوك شغل استوديو غير زوجو بيوتو كوزينة غير زوجو بيوتو كوزينة باش تبان مشروحة وتبان مفتوحة وتبان كبيرة وان شاء الله نهار فيني وها كامل لاني حنزيد نتقاس معكم كل شي باذن الله كان هذا هو الفيديو تعله اليوم اذا كان اعجبكم اشترككم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظيه السلام عليكم في امان الله اشتركوا في القناة